النهاردة وصل محمد صلاح معسكر المنتخب وصل معاه أحلام كتير بين أحلامها مع قائد المنتخب صحيح موسم صلاح ما بدأش مع أفضل حال بس إحنا معاه لحد ما يرجع تاني أفضل لاعب في العالم ياما فرحنا ورفع رصنا ودلوقت الوقت بتاعنا عشان نسنده ونقف معاه صلاح وكل رجالة المنتخب شاينين مسئولية كبيرة ومعاهم مدير فني جديد عارف إن مهمة إسعاد أكتر من 100 مليون مصري حاجة أكيد مش سهلة بس إحنا معاهم زي معاولنا يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 النهاردة جاي فطفض قوي جاي أقول اللي في قلبي ورزق ورزقكم على الله جاي أقول اللي أنا عايز أقوله من بدري هجماعة منتخب مصر الطبيعي من غير ما نقعد نتكلم ولا ننظر ولا ندي محاضرات إحنا كلنا بندعمه وبنسنده وآخر حاجة ممكن يطلع منها إشاعات هو منتخب مصر يعني مثلا أفهم لو حضرتك صدرت إشاع ما مثلا عن النادي الأهلي عن نادي الزمالك عن نادي الإسماعيلي تكون أنت منافس مثلا عايز تدايق النادي الفلاني ده كله مفهوم ومعروف وبيحصل في العالم كله لكن لما حضرتك تصدر إشاعات تخص منتخب مصر والمدير الفني لمنتخب مصر دي حاجة عمرها ما تبقى مقبولة ولا مفهومة دي حاجة بتاعت ناس مش سوية لو اخترنا ألفاظنا يعني بس ده حاجة ما تنفعش تحصل يعني بقول الكلام ده ليه؟ مبارح ترند فيتوريا طلع ترند ليه بقى؟ تصريحات نقلت عن فيتوريا لم يدلي بها إطلاقا لا بشكل معلن ولا في الخفاء ولا بأي طريقة إنه لا يعد بالفوز بكأس الأهم الأفريقية ولا يعد بالوصول لكأس العالم كلام عارد تماما من الصحة والتحاد الكرة نفى هذا الأمر في بيان رسمي بس هو ليه أصلا اللي قرر ينزل ده على موقع ولا في قناة ولا في كلام ولا بأي طريقة قرر يحور يعمل حوار ملوش لازمة عن مدير فن المنتخب مصر لسه بيقول يا هادي لسه بيقول يا معسكر أول لسه بيقول يا رب إن شاء الله يكرمنا وإحنا معاه بنقول ربنا يكرمنا ليه يا جماعة؟ ما فيه حاجات بتجنن برضو يعني فيه حاجات ما بتقول إش مفهومة أنا أفهم مثلا ممكن تدائم من فيتوريا مثلا لما ان شاء الله نلعب مباريات فيخسر مطش ولا يتعادل مطش لا قدر الله ده ما يحصلش فتقول إيه لا أنا لازم بقى وقعه أنا بقول مثلا دي برضو النفوس اللي مش سوية بس أفهمها يعني أفهم هو عمل كده ليه العمل كده إنه خسر مطش وتعبى مطش لا تب تعالى بقى إيه؟ نوقعه خالص عشان يمشي تب تعالى بقى نعمل علي حاملة عشان نمشيه مثلا يعني بس ده راجل لسه ما عمدش حاجة أصلا لسه ما اشتغلش أصلا لسه ما نلعبش ولا مباراة لسه ما ندربش تامرينتين تلاتة ليه؟ ليه يا جماعة المتخم مصر بقى يعني مستباح لبعض الناس كده إزاي يعني؟ إزاي يعني؟ نفعش بس قلت أبدأ الكلام ده عشان من النهاردة الصبح مستفز جدا لما شايف القصة رندو الناس بتتناقلها وتكتبها والناس تبعت على وقت علوات سياب إلحق في توريا من أولها كده بيخلع والرجل لسه ما اشتغلش أصلا عشان يخلع مشيش الكلام ده وبالمناسبة يلا بقى مش هي أشعة بس حتى لو مش أشعة هجماعة ما فيش حاجة اسمها أوعد بالفوز بكاس الأمم الأفريقية وأوعد بالوصول لكاس العالم بس أقدر أوعد إن احنا هنشتغل إن احنا نوصل لآخر النقطة في كاس الأمم الأفريقية إن احنا نوصل لكاس العالم أو لآخر النقطة أو نجتهد ونشتغل إن احنا نوصل لكاس العالم فيش حاجة مضمونة في الكورة ما انت ما بتلعبش نفسك ما فيش حد يضمن يعني كلمة وعد دي وعد الحر الدين عليه وعد دي يعني انت هتنفزه مية في المية بتاع ايه وانت مثلا لو ما قاتيت اقف في تصويرات كاس العالم وهو حظك وقعك قدام السنغال في اخر مواتش زي ما حصل المرة اللي فاتت ما السنغال عندها طموحات واحلام زيها زيك بل بالعكس هي قدراتها الفنية اكبر منك فمنين اي مدرب هيقدر يوعد بحاجة هي في علم الغيب بس لازم تعمل شغل الشغل الصحيح الجيد اللي ان شاء الله يوصلنا لكاس العالم نفس الامر في كاس الامر الافريقية ما انت بتلعبش الوحدة في كاس الامر الافريقية بتلعب مع منتخبات كبيرة وعديدة فطبيعي انك تحاول طوالوقت انك تفوز بالبطولة عشان انت منتخم مصر مفهوم بس مش اكيد هتكسب البطولة مش اكيد محدش يقدر يوعد بالفوز ببطولة في العالم كله البرازيل ويدخل كاس العالم ويدخل البرازيل ما بيقولش اوعد بالفوز بكاس العالم فرنسا لما تخش كاس العالم دي شام شايتلع يقول اوعد بالفوز بكاس العالم بس اوعد ان انا هحاول افوز بكاس العالم ده مفهوم يعني هو عموما انا بقول حاجة او ببرر حاجة هي اصلا ما حصلتش يعني هو اصلا ما قالش كده من الاساس عشان بس ما ثبتش الاشعاعات بس لو فرضا في المستقبل قال كده ما هو عادي برضو اللي هو ما بيوعدش بحاجة طبيعي ما هو كفيانا برضو ناس بتتحك علينا يعني ما هو سهل انا هطلع اقولك ايه بقولك ايه اوعدك ان احنا هنكسب كاس الوامر الافريقية اوعدك ان احنا نوصل كاس العالم لا مش نوصل كاس العالم بس نحنا هنوصل كاس العالم وان شاء الله يعني طبعا كل حاجة بمشيقة الله بس لا ده انا هقولك كمان اوعدك ان احنا نوصل لنصف نهائي كاس العالم يا سلام هو الكلام فهلا مش بفلوس سهل يعني سهل أقضى وعيدك وسهل أقول الحاجات من النواية دي ده فيما يخص فيتوريا ودي برضو حاجة من اللي قلت زي ما قلت لكم هفتح فيها قلبي التانية بقى نفس الأمر محمد صلاح بص يا سيدي محمد صلاح هو مجاش زيه في تاريخ الكرة المصرية تمام مجاش حب اللي تحبه في الكرة يعني ممكن تقول لي انا بحبه في نقطة من محمد صلاح براحتك بس محمد صلاح النموذج ده مجاش زيه في الكرة المصرية وفي الرياضة المصرية بشكل عام قبل كده تمام فاحنا محظوظين بوجود محمد صلاح معانا في الرياضة المصرية نحاة تانية انه في المستقبل القريب احنا مش شايفين ملامح خليفة لمحمد صلاح في الملاعب الاوروبية يعني مش شايفين حد هيتطلع كده نقول عليه ايه ده ان شاء الله هيكمل مسجد محمد صلاح في الملاعب الاوروبية فالمستقبل القريب شكله كده ما فيهوش محمد صلاح تاني الله أعلم يعني الله أعلم بالغيب ما قدرش أقولك بعد خمسين سنة هيحصل إيه بس المستقبل قريب ده مش ما فيهوش حاجة طيب أنا بقول الكلمتين دول ليه فيه ناس بقيت تتعامل مع محمد صلاح ده إنه معادي ما تكسب دور إنجليزي ولا تكسب دور أبطال أوروبا ولا تبقى هدف الدول الإنجليزي 3-4 مرات ولا تبقى أفضل لعب في العالم ولا ده عادي يعني ده لي كنت لا مش ليه هو ومش ليه هو لما بيتنده باسم محمد صلاح الملك المصري في الملاعب الأوروبية كلها إحنا رقبتنا مرفوع للسماء لما حركت بقى في أي مكان في أوروبا أو مش في أوروبا وتلاقي الناس دي تقولك أنت من بلد محمد صلاح دي حاجة ما مش قولي له أنا بقولك كلمتين دول ليه مش عشان موقف معين أنا بقوله بشكل عام من أول ما محمد صلاح بدأ الموسم مش الموسم ده بس من بد بقى فيه تصيد لمحمد صلاح من بعض الناس من قلة من الناس تصيد إلحق محمد صلاح قال إلحق محمد صلاح هتكلم إلحق محمد صلاح هتشاف إلحق شفت فيديو محمد صلاح إلحق شفت صورة محمد صلاح إلحق محمد صلاح ما جابش جولي النهاردة يا ده محمد صلاح ما بصرش الكورة ده محمد صلاح لما ليفربول سمى نيفا محمد صلاح بقى عنده مشكلة يا سلام ده بالمناسبة يعني الشيء يذكر بقى الميونيك بيتبهدل في الدولة الألمانية حالته صعبة جدا مع ساد يوماني يعني بس على طول محمد صلاح وعنده مشكلة عند بعض الناس يبقى هداف الدولة الإنجليزي آخر جولة سونة سوا معاه سونة سوا معاه في الهداف ما بقىش هداف من فائد يا سلام نحن كان اللي بيجيب عندنا جولين ولا تلاتة ولا أربعة في الدولة الإنجليزي كنا بنعمل احتفالات بيجيب أربعة ايه ده اللي كان بيلعب في الدولة الإنجليزي شوت كنا بنعمل له احتفالات الموضوع بقى عادي بالنسبة لنا بالنسبة لمحمد صلاح أنا بقولك كلمتين دول ليه عشان الطبيعي والمنطقي لو انت شايف ان محمد صلاح بداية الموسم بتاعته مش جيدة فده دورنا بقى ندعم ونساند ونشجع ونقف معاه ونقول انت بطلنا انت أفضل لعب في العالم احنا دايما شايفينك كبير مش احنا اللي نهبطه ده هو اللي بيشرفنا هو اللي رفع رأسنا للسماء هو اللي بيرفع عالم بلدنا الناس بتنده باسم بلدنا في أوروبا بسبب محمد صلاح نقطتين بيتوريا لسه بسم الله الرحمن الرحيم بيبدأ المشوار ونقف جنبه ونقف في ظهره ما نعودش نقول أصله لأ شكله مش هيبقى شكله مش هيبقى ايه حنستمع ليه مش الراجل ما يلعب محمد صلاح انا بس هنعرف الكاميرا يقوله دوت بعد 3-4-5 سنين كده هيبقى كلام مهم دلوقتي بالنسبة للبعض هيقول لي لا يا عم سكت ما تتوش عارف حاجة بس بعد 4-5 سنين هيبقى مهم هيبقى مهم ليه عشي احنا هنقول ياه ولا يوم من أيامك يا محمد يا صلاح بقاش فيه فرقة أوروبية منفرج عليها بسبب محمد صلاح بقاش فيه لعب مصري بيشرفنا وبيسجل الأدف زي محمد صلاح نقول كده لما يعتزل يعني نلحناش بعملنه شوية ننبسط معاه وهو ينبسط معانا شوية نعمل دوشان في حاجة في حاجة غريبة في السوشال ميديا في حاجة غريبة في بعض الناس وانا تكلمت على القصة دي من كام يوم ومش عايزة أكررها تاني انه الناس اللي بتقيه صفحات كده واتكونتات على تويتر يشتغلوا مع بعض والناس بطبيعة الحال بتمشي مع الحالة الجماعية انه الناس النهاردة هنجي بمحمد صلاح يلا نهاجي بمحمد صلاح النهاردة هنشيد بمحمد صلاح يلا نشيد في ناس طيبين زي حالتنا هنشيد بمحمد صلاح وهكذا لا فكر بقى فكر واحسبها مالكش دعوب اللي بتكتب على السوشال ميديا انت شوف قرارك ايه وكتب اللي انت عايزه وقول اللي انت عايزه وقول رأيك اللي من دماغك مش الصفحات أو بعض الصفحات بتبقى كدبها بتوجهما في وقت واحد ده فيما يخص محمد صلاح اللي وصل النهاردة زي ما قلت لكم هو تريزيجي ورباع نادي الزمالك الونش وفتوح وامام عشور وزيزه لمعسكر منتخب مصر استعداد اللي وديت النيجر ان شاء الله يوم الجمعة القادمة وكان في استقبال اللاعبين روي فيتوريا بنفسه المدير الفني لمنتخب مصر وايضا محمد غرابة مدير المنتخب وفي المناسبة الدكتور محمد ابو العيلة طبيب المنتخب اوصى بسفر نبيل عماد دونجا لعب وسط المنتخب والزمالك الى قطر للعلاج والتأهيل هناك بعد تعرضه لإصابة فيه روباط الرجبة وشاف ان الرجبة بدأت تورم شوية فقال ان هو لازم يسافر بسرعة بالمناسبة الزمالك اعلى النهاردة رسميا ضم دونجا ودونجا احنا عارفين من بدل ان دونجا خلاص بقى لعب في الزمالك بس النهاردة كان فيه اعلان رسمي من نادي الزمالك على ضم اللاعب اللي هيبقى مفيد جدا لنادي الزمالك وهيبقى بديل كبير ومهم جدا لطارق حامد دونجا زي ما قلتلكم من اللعيبة المؤسرة المميزة الكبيرة اللي هيكون لها ان شاء الله شأن مع نادي الزمالك فاتت غيابه فاتت غيابه يعني ممكن توصل لثلاث شهور الله واعلم لسه الامور دي لما هيسافر ويعمل اشعاعات هنعرف بس في كل الاحوال هيبقى مفيد الفترات ما بعد الاصابة وخيرا فعل نادي الزمالك انه اتم التعاكن مع نبيل عماد دونجا رغم الاصابة اللي حصلت له فيه معسكر المنتخب والمناسبة المنتخب او اتحادي الكرة هو اللي هيتحمل مصاريف علاج دونجا الفترة القادمة لعب مهم ولاعب كبير ولاعب رائع جدا امير مرتضى المشرف العام على الكرة من نادي الزمالك تواصل مع ايمان عبدالعزيز مدرم مساعد المنتخب خلال الساعات الماضية عشان يحتوي ازمة محمد عواد مع جهاز المنتخب بعد التصريحات الاخيرة من الحارس ضد الجهاز واتهم ان الموقف بالنسبة له كان ظالم انه ما يبقاش موجود فيه المنتخب وايمان عبدالعزيز قال لأمير مرتضى ان عواد وحسام عبدالمجيد في خطة الجهاز الفن المنتخب مصري انهما ينضموا في المعسكرات القادمة بس هما سابقوا الاثنين لعيبة للزمالك الفترة دي عشان لو مواجهة الكتل تشاديت ما تأجلتش فيبقوا موجودين مع نادي الزمالك وبالنسبة حسام عبدالمجيد هي موجود في المعسكر القادم لمنتخب مصر وهيكون بديلا او هيكون اساسي على علي جابري اللي ممكن يتم استماعاته علي جابري موجود في المعسكر ده بدلا من حسام عبدالمجيد لكن الحسام عبدالمجيد لما يخش المعسكر علي جابري هيخرج مش لقلت مستوى علي جابري ولكن زي ما قلت لكم قبل كده ان فيتوريا عايز ينزل بمعدل الاعمار بشكل كبير معدل أعمار المنتخب الوطني وعلي جابري مش هيبقى هو المستبعد الوحيد في المعسكرات القادمة وزي ما قلت لكم هو مش هيستبعد لقلة مستوى هو هيستبعد عشان المشروع اللي عامله فيتوريا لاربع سنوات ممكن يبقى فيه لعيبة كتير مع نهاية اللاربع سنوات ما يبقى شليهم دور لتقدم العمر طيب نهاردة الاسماعيلي أعلن رسميا تعاقده مع الاسباني خوان كالوس جريدو لتوالي تدريب الفريق في الموسم الجديد لعقد لمدة موسمين يا جريدو أنت عارفينه طبعا ضرب الأهلي قبل كده وحق معهم الكونفدرالية الأفريقية يعني له سمع طيبة في الكرة المصرية وضع ربيه ريال قبل كده في أسبانيا ضرب عدد من الأندية العربية واليوم أتم نادي الاسماعيلي التعاقد مع المدير الفني الأسباني معنا عبر الهاتف الآن المهندس يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي يا فندم صباح الخير ومليوم مبروك التعاقد الجديد مع جريدو أهلا يا فندم وأهلا الله يبارك فيكم السي جدا شكرا جريدو من المدربين اليوم سمعة جيدة في المنطقة العربية وبالتأكيد له سمعة جيدة في مصر بعد تضريبه النادي الأول والفوز بالكونفدرال الأفريقية إزاي تم التعاقد مع جريدو في الساعات الأخيرة والله الحمد لله ربنا بس نأمل من ربنا التوفيق وتم التعاقد على المصرومين وموسف آخر إن شاء الله نحن عايزين نعمل استقرار للنادي إسماعيلي وهدفنا إن شاء الله ونحن نجيب بطولة بإذن الله يتعالى ونسأل الشعب الإسماعيلية وجماهير مصر كلها اللي بتحب الإسماعيل يعني كانت قالي الأيام اللي فاتت دي إنه كان اللي مأخر التعاقد فكرة إنه الإسماعيل اشترط على جريدو إنه ما يخسرش ثلاث مباريات الكلام ده مظبوط ولا الكلام ده مكانش مظبوط والله يبص يعني أنا بيها عوجة نظر حولي لك يعني ماذا لو لو ده قدر الله المدرب ما وفقش ماذا نفعل خليه أعقل يعني يبقى جايب نتيجة سيئة وأنا برضو أخليه وديه شرط جزائع عشان أمشيه هذا الظور مش منطق يعني ويعني أنت لما بتكسب بيبقى فيه بونس لما بتكسب بتاقي بديك المرتبة كامل تماماً وفيه بتكسب فيه أهداف وكل ماش بتكسب بتاخد تلاتين أربعين ألف جنيه وكل مش عارف فوز بتاخد مش عارف بطولة تفتحها ثلاثة بليون وهنا خمسة طيب أنت لما تعمل نتائج سيئة أعمل إيه آه أقض عايد جنبك يعني بس تعدت مباراة مش قليل شوية بش مهندس يعني أنا أفهم أفهم مثلاً وإنت وطوله لا يعني إحنا شلنا الشرط ده علي حقاً شلناه آه شلت شلت بالأمان أنا أنا برضو مش عايز إيه يعني بقى تعايد إن أنا أخص بالموضوع عذا الاتفاقي يتمي يعني شرط آه متم الحمد لله شلت مشوش ما فيش أي شروط شبه ديت يعني شروط مثلاً إنه يبقى في مركز معاين لأ هو بقى بقى شابت هو مرتب شهرين بقى عادي يعني بقى ماشي بقى وخلاص عمره مرتب شهرين وخلاص طيب الصفقات الجديدة لنادر إسماعيل إسماعيلي داخل بنشاط كبير جداً يا باش مهندس سوق الانتقالات وعدد كبير من اللاعبين المميزين ولليهم خبرات هل جريده تعرف على اللاعبين؟ هل جريده عارف الصفقات الجديدة؟ هل كنت بتتكلمه الفترة اللي فايد دي مع جريده على أي اللاعبين اللي انضموا للفريق؟ ولا هو هيجي شوف كل اللاعبين لأول مرة؟ لا طبعاً هو على علمه ويعرف بيه بعض اللاعبة زي طال حجومه عدد أنه هو كان معاه ويعرفه يعني فيه لعيبة كتيرة يعرفه هو هو باس المرسي وكده يعني هو يعرف كتير من اللاعبة اللي إن شاء الله معنا وحسني عبد الربو يعرفه كويس وكده يعني فهو سواء في اللجهاز الفني أو في اللي معاه اللاعبة معه مدير الكورة عبد الربو وزائد اللاعبة اللي احنا جبناها زائد برضو باهر وهو أكيد ده ده رس كويس فهو الناس دول بيطلعوا كويسة وبتطلعوا كويسة وبيحللوا تماماً يعني بما عندهم خطة للتدريب إزاي عشان يجيب بطولة هو ده بالنسبة له الكريم بتاعه لما هيبقى بطولة سعره بزيد في السوق يعني باير محمد وعبد الرحمن مجد مكملين مع الطريق؟ إن شاء الله زي ما انتشافهم لازالهم مكملين في التدريبات يعني مكملين؟ أنا أعتقد أنه هو ما فيش أي عروض أو ما فيش احتمالات يعني هذه عروض لكن هي لسه مش لا ترقل اللي احنا نرغب فيه بالأمانة عشان كده احنا حطين شروط لباهر وابرحمن والله لو جابت شروط مش ما جابتش معاهم عادي معنا وإحنا بنحب بنفضل إن هم اللي هم معانا إن شاء الله عروض محلية ولا أوروبية يا فني لا للأسف هي كلها لأنها خلاص هي لأن الدوريات كلها مفيش حد الشرق بالزبط ورس كل الدوريات قبلت الثقيل بتاعها تأليم محلية فهو بس عروض محلية يعني عروض محلية أهلي وزمالك طبعا ولا أهلي ولا زمالك ولا أهلي ولا زمالك؟ ولا أهلي ولا زمالك هل حطيك حطيت أرقام معينة؟ أنا أحطيت أرقام معينة مش هنعلنها بقى على الأولى يعني ما فاشي ما بقى عشان خطر الصباقات يعني عشان نعلي في أشهر مش لا 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 هنقول لده هدف نحن بقى ولد نقصد جماهيل لدي إسماعيل نعمل كل ناب نعمله عشان خطر الجماهيل سبع سعيدة 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 وأدخل سعيدة معينة كلها موصولة بالصباقات إن شاء الله بكمان بالمدرد إن شاء الله وأنا لعمل رب العالمين يوفقنا بقى إن ويعني حقالينا البطولات اللي إحنا فيه اللي إحنا عندنا نفسنا لنأخذ بطولة وراءات الأخرى إن شاء الله بقى مستحقات اللاعبين المتأخرة يا فندم تم تزددها ولا لسه في بعض الأمور المعلقة؟ معظمة ما إن شاء الله تب تسبب يعني واحد واحد ما تبقى الشيء عن كل إحنا الحمد اللي بقى مسيح بالخدق وإيسها إحنا بس إن ربنا يوفقنا إن إحنا نجيب رعاة وإيسها بالنسبة للقطرة اللي جاية عشان يبدأ يصرف عن نابل إسماعيلي ومنهم شركة بريزنتيشن اللاعش ان كان رعاية بتاعت البس الفضائي إن شاء الله نوصل معاه الاتباق وربنا تسهل إن شاء الله عندك تموح إن الإسماعيلي يبقى في المربع إزاي بالمسلم القادم؟ أنا عندي تموح إن شاء الله إن إسماعيلي يبقى بطري الدولة المصري القادم؟ ده كلام يفعل؟ ده بالعكس ده بيدحكني ده أنا مبسوط إن جميل إسماعيلي أنا مبسوط إن جميل إسماعيلي تسمع حاجة زي كده يا بشمهندس لا إن شاء الله بإذن الله ده هدفنا إحنا ما بهدف بجد يعني إحنا بناس عالي ذلك إحنا عايزين ناخد بطولة الدورية أو بطولة الكاس إن شاء الله هايلة يا بشمهندس هايلة أنا بشكولك شكرا جزيح يا بشمهندس طموحات مشروعة، طموحات منطقية ده الندي الإسماعيلي ده الندي الإسماعيلي التاريخي يعني أنا لما أقوله أيضا تبقى في المربع الزهبي يقولي أنا عايزة أاخد الدوري ده كلام هو اللي تفهمه جمهين الإسماعيلي لما تيのでسأل جمهور الإسماعيلي إنت أطموحك إيه في الدوري ولا أخد دوري طموحك إيه في الكاس؟ أنا أخد كاس أنا لما ابتسمت فابتسمت أن حل الإسماعيلي السنوات الماضية كلها ما كانش على مستوى الطموح ده بصراح بس إحقاقنا الحق مدير فني وصفقات بتقول إن الإسماعيلي داخل الموسم القادم بشكل مختلف يعني ما ظنش تحليليا يعني إنه الإسماعيلي ممكن ياخد الدوري بس على قلل إسماعيلي يظهر بشكله الطبيعي شكله منطقي شكله الصحيح سالس الأهلي والزمالك في المنافسة على الدوري الممتاز ما يبقاش بيصارع الهبوط مش ده الموقف اللي أبدا المفروض الإسماعيلي يبقى فيه وبصراحة زي ما انتقضنا كثيرا وكنا بنشير كثيرا إنه فيه أخطاء ما إدارية أو فنية بس اللي بيحصل فترة الانتقالات الحالية بيقول إنه لا اللي موجودين في الإسماعيلي عايزين مصلحة الإسماعيلي وعايزين الإسماعيلي يبقى في حال أفضل وأحسن طيب جريده من ساعة معرفناه في الكرة المصرية من ساعة مضرب النادي الأهلي لحد ما انتقل لعدد من الأندية العربية لوصولا للنادي الإسماعيلي عمل إيه؟ إيه اللي أقدمه جريده؟ تعالوا نشوف جريده مع الأهلي قعد مئتين تسعة وتسعين يوم لعب خمسين مباراة فاز في اتنين وتلاتين تعادل في عشرة خسر في تمانية وسجل ستين واستقبل تمانية وعشرين حق بطلتين الكونفيدرالية والسوبر المصري مع الاتفاق السعودي لعب مية واربعة يوم لعب اتناشر مباراة فاز في تلاتة تعادل في تلاتة خسر في ستة وسجل خمستاشر واستقبل فريقه وقتها اتنين وعشرين هدف سجل فريقه طبعا مش هو اللي سجل الرجاء المغربي قعد معهم خمسمية ستة وسبعين يوم عفوا لعب اتناشر مباراة فاز في تمانية وتلاتين تعادل في تلاتة وعشرين خسر في تلاتاشر سجل مية سبعة وعشرين واستقبل ستة وستين بطولتين حقاقهم الكونفدرالية وكأس المغرب مع العين الامراطي لعب 102 يوم لعب 16 مباراة فاس في 3 عدل في 4 خسر في 9 سجل فريق 18 واستقبل 30 هدف مع النجم الساحلي التونسي فترة مش كبيرة ما وصلتش لتلات شهور تقريبا 82 يوم لعب 13 فاس في 5 عدل في 3 خسر في 5 سجل فريق 16 هدف واستقبل 11 هدف ضرب أسماء كبيرة برضو بصراحة الوداد المغربي 198 يوم لعب 7 مباراة فاس في 3 وتعادل في 2 وخسر في 2 وسجل 10 أهداف واستقبل 7 أهداف الفترة قل إليه عشان كان يديه فترة بتاكرونا بالمناسبة يعني اللي كان فيها توقفات كتير كسليون الأسباني فريق درجة 3 لعب معاهم 128 يوم لعب 19 مباراة فاس في 6 وتعادل في 4 وخسر في 9 وسجل 17 واستقبل 21 هدف نروح ليه مباراة مصر والنيجر واتحاد الكرة حدد مبلغ 50 جنيه سعر التذكرة الموحدة للمباراة اللي هتقوم إن شاء الله مساء يوم الجمعة بستاد الأسكندرية بحضور 5000 مشجع روحوا ووملوا أماكن الخمس تلاف مشجع المدرب عايز مساندة واللعبين محتاجين مساندة مرحلة جديدة لمنتقى مصر محتاجة الدعم الكامل من الجميع نروح ليه أخبار النادي الآلي النهاردة كولر مرسل كولر الموديل الفني للنادي الآلي وقف شوية النهاردة وقف مع عدد من اللاعبين منهم علي لطفي ومصطفى شبير علي لطفي ومصطفى شبير جاب علي لطفي ومصطفى شبير قال لهم نصا أنا سمعت الأيام اللي فاتت داية كلام الناس بتقولوا على الثاني إن أنا قلت إن محمد الشناوي فارق في المستوى عن باية الحراس اللي موجودين في النادي الآلي قال لهم نصا كده أنا مش غبي عشان أقول كده أنا بالنسبة لي اللعبة كلها سواسية اللعبة كلها واحد وإنتوا كمواهبة أو كحراس قريبين جدا من محمد الشناوي مفيش بعض في المستوى وأنا شايفكم كلكم في حالة جيدة والأفضل دائما هيلعب حتى لو محمد الشناوي صاحب الخبرات الكبيرة ولكن لو أنتوا قديتوا بشكل كويس في التمرينات هيبقى ليكم فرصة تلعبوا وتشاركوا مع النادي الآلي الكصة دي بقى حكاية حلوة مش حلوة بس يعني حكاية فنتكلم فيها شوية وكيل أحمد عبدالقادر سأل مسؤول النادي الآهلي عن موعد تعديل العقد بتاع أحمد عبدالقادر اللي تم الاتفاق عليه بنهاية الموسم الماضي الرد كان صادم من النادي الآهلي الرد كان صادم من النادي الآهلي قالوا له مش وقته مش وقته ناجل الكلام ده بعد مبارتي دوري أبطال أفرق خصوصا خصوصا إنه عبدالقادر أول ما جاء النادي الآهلي اللاعب كان مباراك كويسين وبعد كده ابتعد تماما عن مستوى فمش وقته أو مش وقت تعديل عقد وأنا بصراحة مع النادي الآهلي ما فيه حاجات كده اللي هو إيه أنا عرف كلاعب أخطار التوقيت اللي أتكلم فيه يعني لو شايف إن الحلقة حلوة والأهلي بيكسب وفيه بطولات وإنجازات هروح أميل كده أقول يا جماعة عدويل العقد بتاعتنا منقصر الدنيا والفرقة بتاعته ماشي بشكل كويس لكن الفرقة حلقة مش جيد أنت نفسك كلاعب حلتك مش جيدة وبالتالي مش التوقيت مش التوقيت المناسب اللي تختاره عشان تعدل فيه عقدك أو تطلب من نادي الآهلي تعديل العقد التوقيت يا جماعة التوقيت ده مهم في أي حاجة في حياتنا ممكن تبقى طلبك يعني عادل أنت ممكن يكون عادة كليل فعلا أو كنت أخذ وعد ما مثلا قبل كده أن أنت يتعدل العقد بتاعك وإنت شايف أنه تستحق ده ممكن كل ده يبقى صح بس اختار التوقيت اللي تطلب فيه مش أي توقيته خلاص نكمل تاني مع مرسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي في الهام الأخيرة قرر أنه يرفع معدلات الحمل البدني لكل اللاعبين بشكل كبير جدا لدرجة أن اللاعي بقى تعبت واشتكت وقالت يعني الحمل كبير أوش الراجل قال هكمل بنفس الأسلوب هكمل بنفس الأسلوب والتدريب على فترتين يوم كامل الصبح وبالليل عشان عايز يوصل للعابين بحالة بدنية تكمل لنهاية الموسم ما هو البنى ده البنى البدني ده هو اللي هيكمل مع الفريق لنهاية الموسم قبل كده وتحديدا مع بيتسو موسماني ده ما قدش بيحصل وبصراحة برضه عشان ما يبقش اسمي جيت على بيتسو موسماني قوي يعني هو ما قدش بياخد فترة إعداد أصلا يعني ما صادفش فترة إعداد بيتسو موسماني بس بيتسو موسماني في التعامل البدني مع اللاعبين ما كانش أشتر حاجة ممكن التعامل الفني وقتكتدي كان جيد وحقق بطولات وينجازات لكن البدني هو ضل أصلا يمكن على اللاعبين مع نهاية الموسم وهو الراجل بيحاول بقى يوقف الفرقة عالج له عشان كده هو زيال جدا من الجهاز المعاون ان هما ما قلوش انه برونو سافيو كان عنده فترة إعداد مع فريقه ولعب مع فريقه فلما الراجل جه وحمل عليه شوية مع باقي اللاعبين في النادي الأهلي الراجل او بنتكلم على سافيو حس بإجهاد شعر بالإجهاد فقال للجهاز المعاون ابتكلم على كلها قال للجهاز المعاون كنت قلتولي انه هو كده كده جاهز فتعامل معه بدنيا وفي الأحمال بتاعته بالشكل المناسب تفاصيل صغيرة تفاصيل بدنية وتكتكية مهمة جدا مع نهاية موسم وبداية موسم آخر عشان الأمور ما يبقاش فيها أي أزمة طيب دي أخبار النادي الأهلي ولسه مكملين مع حضراتكم للتحاد الأفريقي لكرة القدم كيف قرر زيادة كيمة الجوائز المالية لبطولتي دولة أبطال أفريقيا والكونفيدرالي الأفريقية حيث تكرر زيادة كيمة المالية لمجموعة جوائز دولة أبطال إلى 17.6 مليون دولار بدلا من 12.5 مليون دولار ويحصل البطل على 3.5 مليون دولار كيمة جائزة البطل ومليون 750 ألف دولار للوصيف الخاسر في نصف النهائي هيحصل كل من الفرق الخاسران في نصف النهائي على مليون دولار ده ما بقى مش فاهمه بتزود انت جوائز دولة أبطال أفريقيا والجوائز الكونفيدرالية في تلوقت اللي بتعمل فيه بطولة جديدة دولة السوبة الأفريقية ما بتفهمش بقى حاجات الكافة الغريبة بقى دلوقتي بتكبر دولة أبطال أفريقيا ولا انت عايز تصغره وهتكبر الصور الأفريقية ما تفهمش تقعد بقى تقعد تحتار وما تمسكش حاجة مفهومة من التحاد الأفريقية لقراطة القضاء حاجة غريبة جدا يعني طيب واحد من زهراء الجنب الكبار جدا فيه الدوري المصري اسم كبير وله باع كبير في كل الفرق اللي اشتغل معاها ومع منتخب مصر كابتن صبري رحيل زي الأيسر للتحاد سكندري نجمي النادي الأهلي والزمالك الأسبق هيكون معايا بعد هذا الفاصل خليكم يعني بحاجاتكم مرة أخرى يعني هو معروف أنه هو لعيب مميز لعيب راجل لعيب مهزب ما عندوش أي مشاكل من لعيبة الأولئية جدا ممكن تنتقل من الزمالك الأهلي وما تلاقيش دوش شاف في انتقالهم ولا أزمات ولا مشاكل بمنتهى الأدوء كل خطواته في الكورة المصرية دون أي أزمة ودايما مشاركاته مع الفرق اللي اشتغل معاها هي مشاركات مؤثرة بإمكانيات فنية كبيرة يشرفني ونورني في هذه الفقرة الكابتن الكبير كابتن صبري رحيل زهير أيسر للتحاد سكندري اللاعب السابق للأهلي والزمالك كابتن صبري مشرفه منه حبيب يا كابتن كريم أنا سعيد المجود مع حضرتك ده أنا أسعر جدا ربنا نخليك شكرا على الكلم حيرو أنت قلت ده أقل من حقك أخبرك إلا أوه الحمد لله والله كله كويس نزيل فلو والله نبدأ بالاتحاد طبعا طبعا أكيد الاتحاد الموسم الماضي كان غريب شويتين تشكيلة مميزة من اللاعبين في لعيبة كتير مميزة في الاتحاد وكان فيه غيابات كثيرة يعني الإصابات وخلافه بس الاتحاد كان عنده نتائج متراجعة بعض الشيء مع نهاية الموسم عكس بداية الموسم إلا حصل الاتحاد الموسم اللي فات الله يوى السنة اللي قبلها مع كابتن حسام احنا بدأنا كويس يعني فنشنا كويس فنشنا تقريبا كان خامس الدورة أو ساس الدوري فرق بونت تقريبا صح السنة اللي بعدها بدأنا برضه كويس مع كابتن حسام زي ما أنت حضرتك قلت حصل دروب كده كابتن حسام مشي جاء طبعا الكابتن عمد الناحاس مسيك بعده الفرق بتاخد وقت عم تتأقلم على مدرد تاني واتشغل اه فداخد برضه من اللعب وقت شوية يعني فيه لعبة بتصعب بسرعة فيه لعبة منكم مستقبش بسرعة داخل وقت شوية رجاء بعد كده طبعا كابتن محمد وعمر مسيكنا برضه في الآخر خمس مطشات طبعا بنشكره عليهم أنقذ الموقف اه أنقذ ما كتير طبعا طبعا كنت رجالة يعني فتا داخلها مع الاتحاد كله كان رجالة جاء ساعد اللعيبة جاء رفع الضغط يعني بعيدها للعيبة ساعد اللعيبة طبعا كابتن محمد وعمر يعني قيمة كبيرة في ندر الاتحاد طبعا وفي مصر كلها صح فما نقدرش طيب الزكر دائما طبعا ما ينفعش حد الكلام مع كابتن محمد وعمر إلا بالخير دائما يعني رجل محلل جيد مدرب جيد لعب كبير وعظيم مدافقة كان عبكاري كل حاجة عن الكابتن محمد وعمر والسيرة الطيبة دائما هي اللي حضرة معنا أكيد وفي سكندريا بالزاد يعني الناس جمهور بيقومون في حاجة اسمه كابتن محمد وعمر صح يحبوه جدا صح فهو جي لم الفرقة بسرعة لم الفرقة بسرعة عمل إيه بقى الكابتن محمد وعمر هو الشغل بص الكابتن محمد وعمر يعني الشغل فنيا قليل عشان الوقت ما كانش وقت إحنا لعبنا خمس مرشات ما كامناش عشرين يوم صح بس الشغل حتة نفسية مع اللعيبة اللعيبة كان أما جاء كانت اللعبة محبطة جامد كانت الدنيا صعبة يعني يتكلم مع اللعيبة حتة نفسية شوية لم الجمهور برضي خلق الجمهور يدعم اللعيبة ده اللي فرق كتير أو مع الفرقة الفترة اللي رو مسك فيها أهم حاجة حتة نفسية مع اللعيب صح فده اللي ساعد أكتر في الفترة اللي إحنا الخمس مرشات لعلمواكي محمد أمو عمل أداء محترم والنتائج كانت طبعا 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 من الحاجات الملاحظة جدا في الاتحاد سواء الموسم اللي فات أو الموسم المضايب باستثناء لقبل الماضي يعني طبعا إنه دايما كان فيه عداف كتير بتخش في الاتحاد إيه المشكلة مش عارف والله صح يعني تبقى الفرقة كويس حتى الأسماء المدفعين اللي موجودين أسماء لعبة كبيرة كان لعبين كان لعبين وكان حراس يعني الهاني كان موجود وبعد كده عمدي السعيد وكبت عم منصف وعندنا ذات ربناية طبعا المهدي إن شاء الله كن أضافة قويلا الفرقة يعني فهنا بنحاول للفترة دي يعني إن شاء الله ندعم في المكان ده يعني يعني الناس كبت الحجي محمد طبعا بنشكوره طبعا على التدامات اللي بيعملها بصراحة بيعمل كل حاجة تخدم الفرقة يعني دايما الاتنين ما السكين في الاتحاد ما كانوش مركزهم يعني يجي واحد من متبقى ظروف لا بعد بس بقى ظروف في الندلن يعني أحنا السعيد بردو أجلنا أصابات كتير يعني مثلا عبد السعيد عاد فترة سولهم صاب صحيح تمام شابنا بردو عابد المدخل كان عاد ده وقت كتير فهي بيبقى أصابات فأنت بتضطر تعالج الحتة دي بلعيب تاني ممكن شو بمكانه زي مثلا ما العبت سعيد مثلا السعيد الفات سعيد 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 صح فهي بتبقى الموضوع برضو ظروف خارجة عن إراضة المدرب فإحنا السعيد إن شاء الله يعني بيحاولوا تقريبا إن هما يقعشوا يعني إستا جابين برضو لعيب من صراميكا طبعا فإن شاء الله قويل الفرقة بإذن الله مجرد من صفقات كويسة جدا هاي السعيد إن شاء الله فإن شاء الله فإن شاء الله فإن شاء الله إنها شفتها قصيت على الاتحاد السعيد الفائدة كمان إصابة مبلوله كان مهاجم حلو جدا ماشي بشكل كويس جدا لما الصاب كانش فيه تهديف تقريبه أكيد طبعا أنت هو الفرد الوحيد كان عندك موجود الفرقة صح فأكيد يعني غيابه أكيد هيأثر طبعا على الفرقة في الحتة اللي قدام كمان هو لعب كويس كمان طبعا بشكل كبير على الفرقة أنت كانش عندك السراكة الصريح وتحاول تعوضها مثلا بخلال مثلا غندور جي من تحت أيوة الآيب تاني يجي كريمة ديب مثلا بلعب كان يجي من تحت فكاننا عمل لنا طبعا مشكلة طبعا كي أنت مرتاح في الاتحاد أه طبعا طبعا اللي بلعب في فرقة كبيرة زندية الاتحاد طبعا فرقة جمالية لها جمهورها طبعا اللي دايما فظهرها على طول ودي حاجة من الحاجات اللي بتساعدنا طبعا طبعا جمهور الاتحاد بنشكر طبعا على الفترة كنت بتقول من شوية كابتن حمد عمل لا الجمهور طبعا نانت الاتحاد كان وقف في ظهرنا الفترة الأخيرة صح فاحنا طبعا بنشكرهم أكيد طبعا فرقة كبيرة زندية الاتحاد فرقة جمهورية فرقة لها اسمها في الدوري وفي مصر فاكيد دا شرف لها نبقى موجود فيها يعني قنادي كبير يعني والنقطة المهمة اللي كنتم تكلم فيها يمكن قبل الفاصل فكرة أنه إدارة جيدة طبعا حاجة محمد مسلحة كمان من الناس اللي بتشتغل بقلبها يعني مش مش بس مجرد إداري هو بيعشق الاتحاد سجندري بيعمل كل حاجة عشان خاطر النادي يعني يعني يوقف عايز يعمل أحسن صفاقات وبيحاول في زر الظروف اللي هي يعني أندية الشركات مخليها الدنيا صعبة جدا على أندية الجمهرية فهو بيحاول يعمل كل حاجة لأنه الاتحاد يعني عايز أقول لك من كي ما بينامش ودايما شغل باله عايز يجيب أحسن صفاقات عايز يدعم مرسو حد وقت يجيب صباح صفاقات وبيحاول يجيب تلك ناس تانية فطبعا كلعيبة يعني نشكرو طبعا على وقفوا جنبنا طبعا في الفترة كمان السنة اللي فات في الفترة الأخيرة فهو حسن معلوماتي أنه رغم أنه يعني هو من الأساة الأندية القليية لأنه ممكن تكون هي اللي بتدفع يعني أو بتبدأ تسد مشاكل النادي ورغم كده عادة ما منسمعش عزمات كبيرة عزمات مالية كبيرة في نادي لا التحاد طول الحاجة السمحة الموجود لأ مفيش عزمات مادية في التعدالة مش عايق العيب بالشجم من الحتة المادية دي خالص يعني هو موفر كل حاجة للعيب عكس الاندية التانية أنت بتقول عليها يعني الاندية التانية ممكن مساء تكون أنت بتاخد مساء يعني عشر مليون في الموسم بس ممكن انتش بتاخدهم أصلا بالزبط لا هو بصراحة حاجة جميلة هو حاجة الواحد المبسوط أنه موجود معاه ومعاه برضو مجلس قدرة بصراحة على أعلى مستقى الناس محترمة كلهم السنة دي قررت تبقى مع الاتحاد ولا كان فيه أروض تانية وتحاولت تتكلم هاي حد ما جوز في الاتحاد ولا فيه هيحب المكان انا طبعا أكيد اه انا مفصول طبعا في الاتحاد وربنا يكلم يظهر مكمل في الاتحاد زي ما قلتك من شوية يعني جمهور الاتحاد حاجة تفرح حاجة يعني حاجة محترمة وحاجة فوق الوصف اللي بيعيش هناك في اسكندرية بيحب اللي بيحب الجو هناك بصراحة يعني وزي ما انت قلت برضو حاجة محمد في النادي ومعامج الصدراء محترم وجايبين مدير الجاس فاني دلوقتي السنة دي ان شاء الله على أحد سنة مستوى فده حاجة هي العيب يتمنى للستقرار في كل حاجة صح استقرار فني استقرار إذياري ومادي وكل حاجة فأكيد هتحابب ان كابتن محمد وعمر يكمل أكوننا حابين ويكمل بس هو على رفض يعني قال انا الدكتور ماني ان انا كمل او اشتغل فأنا كانت لها مهمة صغيرة حبا في الاتحاد ان امسك خمس مطشات دول بس فأنا عملت مهمتي وانا مش هقدر أكمل بس هو يبقى موجود معنا طبعا في مكان تاني طيب لو سألنا التجربة الأمتع بالنسبالك تعالناك زمالك وآهلي والاتحاد اللي كان بالنسبالك ممتعة ممكن تكون عشان برضو ما حتكش في حرج الممتعة دي أصد مثلا انت في أفضل أحوالك الفنية والبدنية وكان فيها بطولات أو إنجازات أو حاجة يعني اين المرحلة اللي انت كنت شايفها هي بالنسبالك انت مريح مش النادي الأفضل هي كل مرحلة ولها متعرفة اه طبعا انا في الزمالك انا طبعا كنت لعيب طالعا من الدرجة التانية من مقصة ما حدش هيعرفة أخذت لعيبتي في الزمالك اخذت يا اسمي الحمد لله فالزمالك صح فضله عليا إن صاحة هو عبيل بهację ليو اسم فدي مرحلة أنا سعيد بيها مرحلة في الناديтер طبعا سعيد اللايبع في النادي الطبعا دي حاجة كبيرة جدا خدت م nasal الحمد لله مرحلة ما عند الاهل ولعابت فكل مرحلة وأنا سعيد بيا كل مرحلة أنا مغسوط بيا فكل مرحلة وليها وقتها وليها ظروفها إلا أنكم تقولوا من شوية في المقدمة مرحلة الزمالك والأهلي الانتقال دي عدت بهدوء أنا فاقم أنكم فيه بعضها فيه شوية أخبار ساعتها وجابه بس مش من الأزمات الكبيرة اللي هو لعب من الزمالك رايح النادي الأهلي كمان إيه عشان أفكر الناس أو فيه بعض الناس ما تعرفش صغيرة في السن مثلا أن أنت كنت تطالع مع الزمالك متواهج جدا ومنور جدا أنت برضو ما كنتش مثلا مش لعب له أو كيمة كبيرة في الزمالك في رايح الأهلي لا أنت كنت متواهج جدا ومشروع لعب عظيم فإيه اللي حصل دي الأمور مشت بسلاسة كده طبق الواحد يعني الحمد لله أنا مع عمري ما عملت مشكلة مثلا عمري ما طلحت جرحتي في حد عمري ما قلت في حد فدي برضو أمور بتحسب للواحد حتى لو أنت خارج من نادي الزمالك مش خارج بجرح في حد أو بطلط في حد وحتى لما الأمور في التفاوض مشت بشكل مش كويس في الزمالك أنا عمري ما طلحت اتكلمت ولا قلت مثلا ده صداع عمل ولا ده جيب ولا ده وقد خلص فدي من ضمن الحاجات برضو اللي هي كانت مهديها دينا شوية من زي لعب تاني طلع ممكن يصر راح ممكن يتكلم وممكن يقول الكلمة ما تعجبش حد لأن الناس طلحت تتكلم عليه فعلم أنت قلت ماشي من الزمالك بنهاية عقد نهاية عقد بنهاية عقد وكان وقتها الزمالك بيتفاوض معك أنك تكمل تمام إيه اللي حصل سعيتها؟ أنه ما حصلش اتفاع في الأمور المليئة؟ ما حصلش اتفاع في الأمور المليئة هو ده كان السبب آه بالضبط فالأمور كانت صعبة يعني أن أكمل في النادي في الوقت ده الأهل الدخل معك بالضبط اللي هي كان بيخش معك في المفاوضات ولا في وكيل قال له مجا ما أخده بلك وصابه رحيل كان في مفاوضات كان معي كابت النبيل أبو الزيت سعيتها وكان سعيتها كابت المجدو طلب كان أولي ماسك مدير الكتارس آه خلصت معي وكان هما أتنين آه زي ما أنت قلت كده الأمور كانت ماشية بشكل هاي السؤال بقى هي خلصت الأمور المليئة والله خلصت أن أنت كنت عايز تلعب الأهل حباً في الأهل معه وبرضه هيجي الناس تقولك إيه ده لعب زمالك وبيعشق الزمالك وبيحب الزمالك فإلي خليه روح الأهل عشان أمور مليئة زيادة لا مش أمور مليئة زيادة كنت حاب أن أذهب إلى ساعتها الأهلي آه يعني حتى طب السؤال لو كان وقتها العرضين واحد يعني لو عرض الزمالك زي عرض الأهلي آه ممكن كنت تكمل في الزمالك عشان ساعتها أنت مش عارف الخطوة التي هتأخذها دي يعني يزروف هتقدر تكمل مثلا يعني فيه لعبة كتير روحة الأهلي وما تقدرش تكمل ومشت الخطوة برضه مكادش سهل أنت أخد قرار أن تمشي من الزمالك للأهلي لأ الموضوع كان صعب طبعا صعب و تفكير كتير وخاد وقت كتير بس طبعا مرحلة النادي الأهلي كنت سعيد بيها كنت مفصول بها جدا وكان شرف لي أن أكون بالأنادي الأهلي لو كنت كملت مع نادي الزمالك لو الظروف كيفية منطقية وطبيعية كنت هتحس أن تكون إليك كثير من انتقالك لنادي الأهلي لا لا بص يعني الحمد لله أنا رضي بالفتحة الذtre remember وراضي بالفتحة الذاتхالأجى في النادي الأهلي آه آه الحمد لله يعني أنا أيضا ما نادل الأهل راكيد ضف للواحد يعني نادل الأهل يضيف للأي حد فلا فطبعا أنه الحمدللو اي خط و خدتها أنا رضي عنها جدا لما كنت تلعب وقت زمانك كون مين مدربك؟ لا كان كذا حد يعني آخر مدرب و أنت ماشي آخر مدرب كان ابداف و كان ابداف و بعد ذلك جاء كابت الحلمي للمسك لعبتها و قاله نجدد و قعد معي طبعا كابتن حلمي طبعا من شخصات نائلاroph احب تلكه و هو حبها جدا بطلبه ماشى كابتن آن شال الله وبتاعكو مشيت و هم من توالي بشتغلت فيه معى الندي الأليب و هاحب في النادي الأليه كانا كابتن محمد يوسف ممة ديوسف كابتن محمد يوسحد أول بنوحة من الزمالي� gotten كانا كامتن محمد يوسف إنت مروحة نادي الألي كان إنسان معاود لسه موجود كان كابتن سياد معاوده هو قال كده قبل كده هو زاعل قال لك خلاص بقى صبر حيك بلعب أساسي والإحساسي بتاعه أحمد شديد إيناوي فقلت لا خلاص اعتزل لا كابتن سيد طبعا أكيد ده شرف للواحد اللي يكون موجود معاه اسم كبير وتاريخ وهي دي سملة الحقيقة يعني فكان شرف ليه أنا كن موجود معاه مشيت من نادي الأهلي إزاي لا عادي خلاص يعني كنت خلاص مكنتش بلعب وكان عالي خلاص ما شاء الله كان ماشي قويس جدا فقلت حابب أن أطلع بقى أن ألعبك وأن أشوف مكان تاني نلعب فيه فبصراحة يعني الناس في جوا نادي الأهلي ما اقترضوش يعني وما حدش تكلم رحبوا كده كان بناء على طلبك رحبوا كده انت لو تلو ما عايز ألعب أساسي لا مش عايز ألعب أساسي عايز تشارك يعني يعني أنا عايز ألعب ولعب الكورة طبعا من غير لعب سنة في التانية في التالتة لا نفسك بتبعد صح حتى لو موجود في النادي الأهلي فأنت برضو بتتنسي فالموضوع ببقى صعب أن أنت تكمل مثلا ما تلعبش لعب الكورة لازم يلعب طب لو رجع بك الوقت تاني وكان هو بناء على طلبك تكمل في النادي الأهلي وتستطيع أن تاخد فرصة زي ما أتلك أي حد شرف ليه كم موجود حتى لو عاديك كم النادي الأهلي بس في الآخر برضو أنا أكلعب كورة حابب أن ألعب حابب أن ألعب موجود الناس شايفاك أنت لعب كورة ما تلعبش الناس مش هشوفك سعرك بيقل حتى لو موجود في النادي الأهلي صح يعني دلوقتي فيه لعبة في النادي الأهلي موجودة أنت ممكن بتلعبش ليه ما بتشاركش ليه مش موجودة ليه وفي الآخر السنة بيمش معي أنت لازم تلعب فأخبنت أنا أحب أن أنا أمشي وروحت النادي الاتحاد ففي صراحة مرحبت الحمدلله أروحت من الاستريح والأمور ماشية كويسة جدا زي ما قلت لك أنت نادي كبير برضو نادي الاتحاد أنا أنت حداوي خلاص أنت عايز أنت أخش في إسكندرية ولا إيه بس أنا عافل أنت أحلاوش أقولولي قبل ما أخش أنت أحلاوش بس على فكرة دي نقطة يا كابتن صبري بالمناسبة بما أنك أنت الشخص الهادي اللي أقدر أتناقش معاه في الفرصة دي أنه كثير قوي ناس تقول لك يا عم لأ لو قلت أنت مائي الدنيا هتقوم علي رغم أننا كلنا بنتفرج على كورة في الأصل عشان أنت بتشجع فرقة يعني أنت حبيت الكورة قبل ما تلعبها فأنت لو قلت مثلا أنا بشجع نادي المحلة الإسماعيلي فأنت حبيت الكورة بسوا ممكن أنت منتمع أكيد للنادي اللي أنت بتلعب فيه دلوقتي بس أنا كابتن بكلم في قطة تانية أو أنا ممكن أقول مثلا انتمائي بس أنا مع عمر ما جرح في فرقة تانية هي الاحترام بقى يعني فأنا كابتن هو بقى قصة بقى أن أنا مثلا أقول مثلا الأهلاوة أو زمالكي وإن كاننا بالمتاع أهم حاجة للإحترام أو اللي بيصادق كلمة مثلا على النادي مثلا عشان يعمل بقى أحوار أو عدس الشمالكي ألحى ده الأهلاوي ما بيحبش الزمالك فاهم ده أنا أهلاوي بس بحب زمالكي بحترم الزمالكي اللي لقيت فيه عبال فاتح طبعا مش شارط عشان أنا أهلاوي أن أنا جرح في الزمالك بس المية في المية برافاريك 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 الموضوع عادي يعني فمش أي مشكلة كمين من المدربين اللي انت اشتغلت معاهم حسيت نفسك معاهم يعني ده اللي طلع منك أحلى ما فيك من إمكانيات يعني من أحسن السنين اللي عملتها كانت في الزمالك مع الفيرا اللي كان ماسك جوربان فييرا اه يعني كنت يفانش لزي الموسم مع الزمالك فورما جام داوي ده من أحسن المدربين اللي شتغلت معاهم يعني وكابتن حسام حسن برضو السنة اللي فاتت برضو بعد فترة طولة ما بلعبش ويرجع لواحد ويخليه يظهر بشكل كويس فدي حاجة انا طبعا بشكره عليها طبعا طيب مين المدرب اللي ما كانش فيه بيننا تفاهم فني هو يارد يعني اه تفاهم فني يعني وفيه مدربين مكروش فيل عبور برتكالدوس وفيه مدرب قالك انا مش عايز تريه هنا يعني برضو مش عايب يعني ومدربين كبار يعني لا يعني فيه مجاعة فترة كده مع جريده كنتش بلعب يعني مع مين؟ مع جريد والأهلي لعبت معه فترة طويلة وجاب فترة كده دور التاني خلاص يعني مش هتلعب خلاص هو كده مش هتلعب مدرب كويس جديده يعني جدا يعني الاسماعيلي هينجح مع الاسماعيلي الطاقة؟ هينجح له هو ما جاب له الامكانيات اللعيبة اللي هتساعده انه ينجح اه هو هو لعبه بيحب فاتح الملعب بيحب يهاجم يعني انت انا نشرت الحصولات معاكم انت بتتكلم من شوية هو لعبه بفاتح الملعب اوي بيحب يهاجم يحب الباكين مثلا فاتحينا على خط جامد فده بيسهل ان بيجي في جوان سهل عصبي بيقوله عصبي دايب عصبي مش عصبي اوي يعني بس يعني مش المدرب اللطيف يعني اللي هو عايز يشتغل يعني انا عايز جاي عشان اشتغل مش جاي عشان انا عصبي جد اه بس هو يعني اللعبة الاسماعيلي لصفقات اللي جابه جديدة عاملين صفقات كويسة جدا فان شاء الله اشوف يعني اسماعيلي بقى في حتة كويسة السنة دي معا نادي الاهلي الموسم اللي فات مره مرحله صعبه خطستغل مكان رحلين اللعب صورا اللعب في النادي الاهلي مش الاهلي الاهلي طاقي عالموسما ذا هيبقى احسن؟ اكيد جاه اكيد ايه اللي حصلت الثاني فادت مش يبقى موجود اللعب الرجي حتس كويس معدد فترة لا تلاس سنين او ارباح سنين ما ب receptive يعني القالي بيلعب أفريقيا كتير مرشاك كتير بيلعب نهائيات أفريقيا بيلعب كاس عالم بيلعب دوري بيلعب كاس مصر صوبر كل ده دغط على اللعيبة تمام اللعيبة القالي مرحيتش كويس كانت محتاجة لفط الراحة اللي هم خادوها دي حسيت ده وانت بتلقى قدام القال للمسلم اللي فت انه لعيبة النادي القالي مرهقة جدا حسيته جواه الملعب حسيتهم لماش الدور الأول كان بان عليهم انه كان الدور التانية يقعوا مكانش قادرين يعني بان عليهم في الملعب اللعبة مش قادرة مش قادرة مش عشان هم اللعب ولا ايه لا لهم اللعب كبار أسماقة كبيرة يعني كل واحد فيه مش الفرق بس يا كل قصة خلاص بقى تعبانين طبعا كابتا مفيش لعب في العالم بيلعب 12 شهر موسيق مش جرافيكس هو مش بلايستيشن مش حد بيلعب 12 شهر دي مش موجودة في الكورة يعني موضوع صعب جدا وبعدين انت بتلعب 3 نهايات و 4 بعض بها هي نفس اللعيبة يبقى كده اللعبات مش وحشة صحيح تقريك فعلي معلول للفترة الأخيرة موسم اللي فات تحديدا وانا زي موتاك كابت الله علي كان عام بداية الموسم كويس بس زي موتاك الهجاهات ده طبيعي إصابات بقى كل يوم كل ماتش اللعب يطلع متصاب لا علي عام بكبير الموسم كان عام بدايته بس غزب عنه الفرقة كلها مكانش قادرة عندما ما بفعش عقايم علي في وسط الفرقة مش عقايم علي لو هو مثلا فرقة كلها مش كويس هو مش كويس اقول لك مثلا عالي اوه مش قدي كده وبتاع لا بس عالي العيب كبير وفرق مع النادي الأهل المدالب اللي جي مع النادي الأهل سفارش لما جيه كنت متفائله ولا بغض النظر عن النتاج اللي حاصل بقى كنت متفائله كنت متفائله ان هو هينجح ولا كنت أعلان ان هو ما ينجحش مش مش اي حد هينجح في الظروف اللي انا ستقول له وحضرتك عليها اه منتده مش جاهزة مش جاهزة لقوا وبعدين خلاص انت تحضرت في وضع ان انت بقيت عن الدوري هي النادي الأهل كده الناس حتى لو تلعب بالناشئين هم طالب ان تكسب هتتقيم حتى لو تلعب بالناشئين هو هو جميل النادي الأهل كده هم هو عايز يكسب حتى لو بلعب بمين فهو خلاص ما خدش فرصيته برضه اللي انا ممكن نقول ايه تخليه الناس تشوفه كويس طيب عايز ارجع معك تاني للاتحاد الاتحاد السنوات اللي فاتت يعني كان بيبدأ يقرب يخش في منطقة في منتصف الجدول سباك من اللي حصل في السنة اللي فاتت لقبلها امتى الاتحاد ممكن يبقى موجود في مربع زهبي امتى الاتحاد يكون بينافس على الكاس في مرحلة كية جاءت على الاتحاد اللي بكبيله حتى في بطولة العربية وعمل نتائج جيدة وفجأة رجع تاني للتحاد للخلف امتى الاتحاد يبقى خطوات ثابتة نحو المنافسة ولو على المربع الزهبي احنا بيحاول السنوات يعمل كده والله يعني الحاجة محمد زي ما قلتلك بيحاول يجيب صفقات اكيد اللعيبة زي ما احنا قلنا دولة الحتة المادية ودعم الجمهور ومعاك مدرور فني كويس زي الراجل اللي يجيب اسوه زران فده كله هيفرق مع الفرقة زي ما طلت برضو أندية الشركات خلت القصة الأندية الشعبية ناجب لعيبة مطبقة صعب يعني دولة عندنا لعيبة الحاجة محمد خايف يفرط فيهم عشان مفيش حد يجيب مين مين اللي موجود كوني في الوقت عندها 2-3-4 لعيبة ماسك فيه ومش عايز يسيبه فيبقى امتى الاتحاد ان شاء الله احنا هدفنا كالعيبة السنة دي ان شاء الله نسى الجمهور الاتحاد بقى في مكانك كويس انت بتشوف المثلا فيوتشر السنة اللي فاتت بيلعب كونفدرالية السنة دي بسنائية مفتوحة جاب أحسن لعيبة موجودة في الدوري طبعا الامكانات لازم هتفرق اه طبعا يعني دي بتدي بوش يعني دي بتعوض نسبيا مش بقول بتعوض الامور المالية طبعا بس يعني انت بيديك بونس عاكيد طبعا اكيده ما تلاعب فرقة جمهرية طبعا انت نسبة 50% حتى لو بتلاعب فرقة جامدة لا معاك في جمهور فضارة بتلاعب وانت قال بقى جامد في الملعب ويتموت نفسك عشان خاطر الناس يتراحها مبسوطة ما ينفعش الجمهور ييجي ويبقى مراح زعلان خلبي بقى اللعيب برضو ما بيلعب في الملعب والجمهور ييجي مثلا او تتعادل او تخسر اللعيبقى اكتر واحد بيبقى زعلان المباراة اللي انت خرجت منها كنت حاس ان انت زعلان انت انتك يا صبر رحيل حسيت ان انا لأ انا كنت فيها مش كويس ده عمات الموسم اللي فات لا عمات كان مواطش مع الزمالك كان سان جورج هنا في لاسيوبي كان لعدنا واحد واحد هنا دي من اسوا المواطشات اللينا ممكن ممكن كن لعبتها في حياتي كنا وقت وعش جدا دي المباراة الوحشاف المباراة الحلوة او بقى لا مباراة كتير انا قلت قبل كده في مباراة السوبر 3 اتنين في كان في دباي مباراة السوبر كانت هنا في برضو استاذ القهيرة بتاع الزمالك اللي يد وصل تضبط الجزاء دي من المشاهد برضو الجام ده نعبتها نهاية كنفضرية الحمدلله اللي عبتها برضو فجي مرشاك كتير الحمدلله عبتها كويس وقدت فيها بشكل رائع جدا من المدرب اللي كان نفسك تلعب معاه ده في مصر ولا مشاكل عن Lei مدربين اللي جمب في مصر و انت كان نفسك تلعب معاه في مدربين كتير نهاية كبار يعني معظم مدربين اللي كنت في مصر اششغلت معاه يعني مفياح مدربي فكاپتم طلات اششغلت معاه كاپتم حسام اشتغلت معاه كمدربات عملنا يدربي يام الناس يشكرة فيه ويتخ veio يقولون مدرب كبير فأكيد طبعاً فريرة الزمالك مدرب كبير طبعاً طبعاً تاخد فرقة كنت جاي الدوري كتفرقة كان الناس كلها بتقولوا خلاص الزمالك باد عن الدوري تيجي تغير الحالة وتلم اللعيبة وتعمل تيم جامد ويكس ياخد دوري طبعاً إنت لعيت بقى في الزمالك وعشت الزمالك طبعاً اللي حصل في الزمالك الموسم اللي فات ده وتالتفاف الجميع التفاف إدارة وجهاز فني ولعبين وهدوء وتركيز هل ده كانت أجواء طبيعية؟ مش أجواء طبيعية بس لأ بس الزمالك بقى له سنتين اللعب قفل على نفسها كويس معهم كابتان عمير المدير كورا لم الدنيا معهم مدير فني محترم طبعاً على مستوى عمل حالة كويسة اللعبة مع بعض فده بيفرق طبعاً بيفرق أما الزمالك برضو كان زمان دايماً كل حاجة موجودة في الأقلام دلوقتي مش حاجة بتطلع جوالنادي كان لما همố جاءتلráهم Oláلามي لا أجويب طلب كيتميزة عند النادي الأهلي ضبعا اتتميزة عند النادي الزمالك وده نجاح REALLY نجاح كبير ع習 عاملاب يقول لك нوه الإعلاميين يقول لكはいть الإعلاميين تطلعه أخبار نادي الزمالك بس أو 하는 imagination مان mano اخبار نادي الزمالك تهدئ لهم تخذ خبر من في برضو من ضمن حاجات النادي الزمالك بقى يعملها فترة الأخيرة كويسة صح أخباره ما بتطلعش اللعبة زي ما قلت لك قفل على بعض كويس الجهاز الفني قفل على نفسه كويس حتى الإضارة نفسها في الصفقات وحد دي ما حدش ببعارف لما بيعلنه على الصفق صح ما دي حاجة كويس طبعا من الجناح اللي انت لعبت معاه في نفس الفرقة كانت بتعمل معاه جابها حلوة كان عبشافي في الزمالك قال ابنه على بعض انا هو بتحاوله سنتين كان بيلعب قدامي دايما صح دي كانت جابة عظيمة طبعا شافي لعب كبير ولعب اي حد يلعب جنبه طبعا من الجناح المنافس اللي دايئك دايئة كورة يعني كان لعب عليا يعني لا فيه لعب كتير كويس ما طبعا بس يعني ده أرهاقني كان فيه مثلا كان كابتون إسماعيلي مثلا كابتون عمر جمال كان متعارش فيه طبعا كابتون السليمان ما كنت لعب ضده فيه لعب كتير كانت لعب جنب ده اللي هوها عايزة تركيز عايزة تركيز 100% مين باك شمال مخدش حقه في مصر يعني انت شايف انت خلصت راجل عندك خبرة دلوقتي مين من اللعيبة اللي صغيرين دلوقتي كباك شمال مش واخدين حقه مش متشافين كويس يعني فيه مثلا شوكري بتاع الاهلي الصغير فيه سياة داو مثلا كان بلعف جونة دولك اللي عاملين موسم كويس الثاني اللي فاتت وغض نظر عن طبعا جونة مثلا نزلت بس وكان ماشي كويس بشكل كويس في الدوري دولهم بكلفت اللي هم عندهم مستعب اللي يبقوا كويسين في الدوري كنت بتكلم في الأول الحلقة النهاردة على فيتوريا لكن معسكر منتخب مصر تلوقتي انت رسل عندكم من يترعب مع منتخب مصر؟ أكيد طبعا ايه حد يبقى عنده من ينعب منتخب مصر بس أنا يعني انا شوفت ساعة كنت بتقول عايزة ننزل معدل الأعمار عشانه عنده مشروع أربع سنين ده مزعلش حد طبيعا بس لو انت لو لعب جامد و هتفرق مع المنتخب حتى لو سنة الكبيرة ياخدك ده طبيعا ملاش علاقك طبعا ملاش علاقك انت حسب شغلك و حسب مستواك و انت ممكن يبقى عنده عشرين سنة بس مثلا انت حسب منه بالزبط بس اللي هو بيعمله ده الصحة طبيعي طبيعا انا عايزة ابني منتخب يلعب مثلا مش أربع سنين بس يلعب خمس ست سنين سبع سنين زي مثلا جيل أبو تريكا و جيل من 2006 مثلا إلى 2010 كان جيل أربع سنين مثلا كان عاملوا كل حاجة في الكورة مضبوط فكتوريا بدأت تطلع عليه إشعاعات يعطي لو قالوا انه مش هايز يلع مش هيفوز بكاس أفروكيا مش هيوصل لكاس العالم هو بيقول الكلام ده كله إلاك في الناس اللي بتعمل ده و الشات على مدرب لسه مشتغلش أصلا قالت كده على كوبر و كروش ووصلوا من الاتنين لإنهائي فهملاش علاقك زي ما انت قلت برضو انا مقدرش كان مدرب أوعد ان انا هاخو كاس أفروكيا مش موجود في الكورة مش موجود في الكورة لو عندك مدربة منتخبات الجامدة في فروكيا صحيح وبصراحة أجمل منك يعني فيه منتخبات بعض من منتخبات أجمل منك لو على القياس الفني مش بعض انت كتير فهم فمقدر شوعد بس انا قدر اشتغل ايوه قدر اشتغل اشتغل ان انا عندي طموح اوصل طموح ده للعيبة انا عندي طموح ان انا اخد بالبطورة فاشتغل على الهدف ده يا انت بس انت طموحك مع الاتحاد انك تكسب الدوري بكاس مصر وكاس السوبر وكل حاجة بس ده طموحك بس ده طموحك بس ما تداش تطلع تقول يا جماعة نوعد جميل الاتحاد ان السنة الجيه هناخد الدوري وكاس بالظبط يبقى كلام مش منطق بس انا اجواب افصل طموحي انا اصلا جميل مثلا للاتحاد ان انا اموت نفسي مثلا نلعب رابع صح انا اوصل مثلا نادر الاتحاد الى افريقيا مظبوط ده برضو من ضمن الحاجات اللي جمال الاتحاد الاتحاد عايزاها او نلعب افريقيا لزمان فان شاء الله نقدر نعملهم حاجة زي كده هاي المنتخب التشكيلة والقوام والاسماء اللي داخلت المنتخب شايف اسماء منطقية طبعا زي ما انت بتقول زي ما انت بتقول دلوقتي انه هو عايز نازل اعمار للمنتخب اه لا اسماء منطقية اسماء منطقية اه يعني مثلا عندنا راح مسلا عاطيه وراح ميسي دي حاجة كويسة انت نازل اتحاب كان بالوف واطنه مباش حد عنده بيروح المنتخب فما يدخل عندك اتنين يبقى موجودين في الصورة حتى لو خرجوا من القايمة بس ده كان شرف لهم بقى موجودين هبقى موجودين برضو بعد كده وهيروح فدي حاجة كويسة طبعا طبعا مرارا عطيم كامل مع الاتحاد السنان اللي كان احساسك يعني طبعا دي كل حاجات ادارية وتصريقية اه احساسي هو مسي هيكمله هما رفضينهم يمشون زي ما قلت لكم من شوية اللي عنده تطرب عليها كويسين هو قافل عليهم اه مش عايزهم هيجيب منهم يعني همشي مسلا ميسي وطبعا هم انهم برضو يبقى معظمهم انه لعبوا اهل ليه ولعبوا زي ما اكدر هذا طبيعي طبيعي اللعيب برضو لك امروح اهل ليه زي مالك بقى رايب من منتخب وهلعب وبقى ليه دور فانا مش عايز برضو اجيب عليهم برضو ما لعيب انت عايزهم معاك فريدك تبدل كويسي عشان انا عايز ندل تحدي زي ما بقولك دلوقتي احنا اخد مركز كويس وموجودين يعني صح صح بس انت برضو لو جالك اهلية وزي ما دلوقتي هتبقى عايز تمشي طبيعي يعني طموع طيب هنفتح شوية صور ونبدأ نتكلم على الصور دي واحنا الصور بتاعتنا دايما بتبقى الصور فيها حاجات وحشة تبقى صور لطيفة يعني بس دردشة يعني ما فيش حاجات صوت تعال نشوف الصور يلا نبدأ اختر واحد حبيت شغلي معاك لا تلاتة انا شغلت معاهم ثلاثة كبار يعني مية في المية ثلاثة كبار مية حبيت كابتو حسام حسن كابتو حسن كابتو حسن كابتو حسن حسن ده اكتر حد يعني كابتو حسن بدل برضو اضاف لي كتير يعني اكيدة دول كل اعرفك بس عشان اريحك لا انا فاهم والله انا بقولك ان كل اللي جاي عصيرهم تلاتة شغلت معاهم ثلاثة ممالو ثلاثة مدربين كبار يعني بس كابتو حسن معاكتر مدربين اخر واحد اشغلت معاه بصراحة هو يعني اعتبر رجع صبر للفتر الفاتد دي هاي هاي شوف السؤال بعد كده فييرا مارتنيول جريدو اه فييرا اه انت اختسائل فييرا مع الزمالك طبعا احسن الناس اللي اشغلت معا مضافلي كتير يعني اه وكان بص يعني من احسن من احسن الشخصيات المدربين يمكن التعامل معا في حياتك ها بيعرف يتكلم على العيب يعرف يعمل العيب نفسيا كويس وفنيا مدرب كبير بالمناسبة ليه مارتنيول وهو اسم كبير اسم كبير عالمي يعني ليه ما نجحش مع النادي الاهلي ها مش خاصة ما نجحش فيه مدربين ممكن تتقدم بشكل مش كويس ها فهو يبقى فيه انطباع عندي الناس عاصل ان هو مش كويس وهو وحش فهو يبقى تبقى كده بس هتكتت حسو مدرب كويس mois اا طبعا مدرب كويس طبعا طبعا تبس самое call ايه اللي كان عيوبه او ايه اللي خليه ببقى نجحش مع النادي الاهلي اولا النادي الاهلي او ل 3000 زمالك ممكن يبقى مدرب كبير بس هو نتايج خلاص مش مساعداء ان هو يكمل في نادي الاهلي فخlassen فخلاص مدهش هو اللقة فنية لو كلف الناديين به مندرب كبير طبعا فهي بتبقى ممكن نتايج بس خلاص نتاج معها مش كويس مش أحسن حاجة أو مثلا مش ماشي مع النادي القويس فخلاص هو مش.. نشوف السورة اللي بعد كده آه.. علي معلول، أحمد فتوح، محمد حمدي ممكن ترتبهم علي فتوح حمدي علي فتوح حمدي لا ترتبه آه ماشي طب لو أنت حبيت تحط نفسك بين التلاتسة أنا بعدهم بط لا دي يجا دعانة منك أنا قلعت مع علي وعلي أخ بالنسبة لي وحمد كان متصعد معي في الأهل نشئي يعني قعد معي سنتين في الأهل كان نشئي وفتوح طبعا ماشي والله ماشي بقاله سنتين حاجة محترمة بيقوله علي معلول عنده صفات القائد عنده اللعيب الكابتن عنده صفات شخصية بيعرف يليم بيعرف يتكلم وأول ملعب بيعرف يوجه فده حاجات ما بتلقاش في العيب آه طبعا عنده صفات دي آه طبعا عنده صفات دي من أول مجيه هو عنده صفات دي ولا لا لا من أول مجيه من أول مجيه من أول مجيه من أول مجيه طبعا والأهل برضو بيضيف آه والأهل طبعا بيضيف طبعا الشخصية النادي الأهل نفسها هو الملعب وبرا الملعب بيخليك الكرير طبعا تاني مختلف يعني هاي شوف السؤال اللي بعدي آه لعبة على مية بقى احنا بنتكلم في ديفيز وربيرسون وكنسيلو روبيرسون ليفربول وديفز باير ميج لا ليفربول أنا بحبه روبيرسون مين في الثلاثة تحس انه طريقة لعبك الشبه طريقته ستايلك يعني مش ستايلي بس أنا بحبه يعني ديفيز حمداني لعب علي ماتش حلوة بلكية ديفيز حمداني برضو اللعب كبير طبعا والنادي الاهلي ورده وكنسيلو أصلا موظف مش باك لفت مش باك لفت روبيرسون نشوف السؤال اللي بعد كده الاتحاد بق مع الاتحاد نارجل الاتحادها ودلوقت الاتحاد بس أنا شايف غير الاتحاد اهلي زمالك والاتحاد الاتحاد الجماهير بالمناسبة جماهير الاتحاد من الجماهير اللي هي اللي هي بيسموها ايه؟ مشاعرها مكشوفة يعني لو مبسوط هتلاقي بيرفعك في السماء زعلان منك بقى زعلان بقى بقى نعلينا زعلية مش بقى نعيزة ايجيبك ايه بس بس الله سعاد بروح متشاط باللاقي ممكن نلاقي مشاجه واحد جاء ورانا فهم بيحبوا النادي قوي يعني يعني اللي جماهير الاتحاد بصراحة احنا نتمنى يعني العيبة ان شاء الله السنادي اللي من نفسنا كده كويس وصعب بعض نعمل حاجة كويسة اليوم نحط الاتحاد في مكانة كويسة ليه باسمه يعني الاتحاد ده فعلا فعلا ما يحسش بقيمته ولا لا في نادي الاتحاد نادي كبير فعلا فاحنا ان شاء الله نسعادهم بإذن الله السنادي اخر حاجات تعامل ايه مع السوشال ميديا انا بعيد عن السوشال ميديا بباش او يعني انا كصابر مثلا مش من النوع اللي بنزل صور كل يوم مثلا او كل يوم على السوشال ميديا او لا بشوف واسمع كده بس او او عدي طب لما بتشوف وتسمع انا دايما بقول اللعيبة بتاعك دلوقتي غير اللعيبة بتاع الزمان لعيبة الزمان كان اخرها اخرها لو الجميلة هتهجمها هتهجمها في المدرجات دي حقيقة لكن دلوقتي انت هتراوح البيت لاي نفسك ترند وفوق وتحت لا ما بردش ولا بتتأثر ممكن ازعل انا محبش حد مثلا ايه يغلط فيها او يهني او يقول كلمة بتزع عني بس الناس الوقت انا بحط نفسي مكنة الجمهورة انت معلش انت واحد دافع تذكرة وجاي وراك وماشي في الاخر انت ممكن تعمل ماتش وحش هو ممكن بيتكلم عليك مثلا بصريقة مش مش كويسة هو زعل انا عشان انت مثلا كنت وحش النهاردة هو انت لو كويس زي ما انت بتقول بيرفعك في السامة هو عادك تبقى كويس على طول مش عادك تخسر او عادك تعالي بس الحاجات اللي هي الحزار بقى اللي بتحصل لكل اللعيبة اللي هي الكوميكس بقى وانه نهزل اه بحب الحاجات دي ممكن حتى لو هي هزار عليك خلاص ده ما الحاجة فاني وحاجة ما فهاش تجريح قوي اه تلاقي واحد يشتم بالأب ويشتم بالأم لا لا دي محاجات دي مبعبول واحد يقولك مثلا كابتن ان شاء الله تركض شوية اعمل اوبر حلو اعمل اوبر حلو حتى في الشرعة وانت بتقول لي اسمعك عادي لا اصلا في شغلي سعب بقى كويس سعب بقى وحش زيك واحد ممكن يقولك يا كابتن كريم ممكن تتكلم في عابد حتى اللي بينتقده كويس عاب بيبقى كويس وشغله ووحش وشغله وده طبيعي انت دورتي انت راجل معروف وناس عارفاك فهتتقبل الحاجة كويس هتتقبل الحاجة الوحشة مضبوط ايه كوميكس اللي تفتكره ما تنسوش لا مش فاكر وزارة مش فاكر هزارة هزارة بس خلاص فاسي فيه كتير يعني ها حد كتير يعني انت بصراحة يعني عادة انا ما كنت اشوفك في اللقاءات او اشوفك في مباريات بشوف شخصية هادئة نقية ما عنداش اي مشاكل تصورت ان الشخصية ديت ممكن يبقى فيها بعض التمثيل ومش حقيقية بس اللي شفت النهاردة هو اكتر من حقيق شويتين تلات بجد والله والله مخصوص اللي موجود معك ده شرف ليه انا والله اكتر والله يعني عادة الحوارات ما بتخلاص هادئة كده بس الحوار خلصان هادي وممتع جدا الله يخليك والله انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن الصبري انا شكري لك حبيب ودايما موفق ودايما رائع ودايما اسمي كبير في القرآن وانا كنت سعيد انا بشكرك والله شكرا شكرا جزيلا ده كان لكه مع النجم الكبير كابتن صبري رحيل بعد الفاصل هيكون معنا امير المراكبي وكيل اللاعبين يتكلم معاه في بعض الامور الخاصة به انتقالات تخليكم معنا يعني بحضراتكم مرة اخرى شرفني وينورني في هذه الفقرة كابتن امير المراكبي وكيل اللاعبين. يا ابن امير مشرف ومنور. ده شرف لي يا كريم ومبسوط ان نرع معك وتأخرت زي ما انت. انا هسعد جدا. انا هسعد جدا. انا عايف ان انت ده مش وقته. عايف ان انت تعبان في الشغل اليومين دول. صح كده? اكيد طب. سوء الانتالات هو سوء رغم انه هو يبدو سوء ساخن جدا في مصر دلوقتي. بس تحس انه يعني اللعيبة كلها رايحة جاية مفيش مسلا اللعيب سوبر يتقال عليه اللعيب السوبر اللي حصل في فضل الانتقالات. معي في القصة دي ولا مش مع قوي لان ما فيش ارقام بس في لعيبة سوبر راحت كتير. يعني في لعيبة انتقلت كتير. زي مين? زي مران حمدي. زي جونق بوك. يعني في لعيبة يعني في ناس زي شادي حسيد ومسي. في لعيبة كتير اتنقل بس فيش ارقام كله بدل يعني يعني لعيب او اتنين لعيبة في اتنين لعيبة في تلاتة لعيبة. ممكن برضو عشان ايه اوضح كلامي. في لعيبة كبيرة زي الأسماء اللي انت قلتها دي هو لعيبة مهمة ومميزة. بس اللعيبة سوبر مث لما تقول لي ايه رمضان صبح انتقل من الاهل البرمز في صفقة في دوشة على رمضان صبح. لما تقول لي عبدالله السعيد مش هيفرح فينه من هنا هتبقى صفقة عاملة دوشة. لكن باقي اللاعبين هي اسماء محترمة وحركة كويسة في سؤال انتقلات. بس ما فيش الدوشة على لعب بعيد. دوشة عشان كله حافظ على قوامه. كل فرقة محافظة على قوامه. محادش عايز يسيب. محادش عايز يسيب. حتى بيدعم ما بيدعمش ما بيخدش فلوس بيدعم بلعيب. يعني الزم زمالك مثلا بقى سي مروان مروان كانش يعتبر ما اعتبرش على قوة زمالك. عارة. وزمالك جابتها دائمات معينة. البرمز ما اعتبر ما جابش لعيبة خالص غير. الشيبي دو جاب دونجا وفري. دونجا لإسماعيلي. لإسماعيلي وفري. المعتمدة كلها ان الانتقلات السنة دي مفيش أرقام بتتدفع. محدش عايز يدفع. كل محافظ على الانتحم الدوري ده خلى كله حافظ على لعب. كل فرقة محافظة على لعبتها جاب الأماكن اللي محتاجة. يعني زمالك مثلا نجاب الأماكن اللي محتاجة. الفرقة الوحيدة اللي دعمت كتير سراميكا والمصر. المصر. يعني مصر يعتبر جاب فرقة كاملة. دعم في كل المراكز. ولسه شغال يعني لسه في ناس في حركة لسه في المصر. لكن أغلبية الفرقة تحس ان كله بدأ يعني الانتقلات خلصت بعد القايمة الأولى. كله ابتدى خلص انتقلاته. صح. لانه كله ابتدى معسكراته خلاص كله شغال دلوقت. فيوتشار كمان عامل صفاقاته. لسه لم يعلن صفاقاته فيوتشار. فيوتشار يعني بت حالي عمل حوالي خمس أو ست صفاقات. بس برضو متجه للعيب الفريل. لانه فيوتشار اعتبر فرقة كاملة. عنده نواقص في أماكن معينة كاملة. ما استغناش تقريبا على اللعيب. ما استغناش لا لا. ما استغناش عن حد. مش كتير يعني. الأعراض مثلا ممكن الناس رجعت وما تلاعيتش أعراض تاني. اللي هو كانوا خدهم من الأهلي. غير كده ما استغناش عن حد. محافظ على قوامه. محافظ على قوامه. بدليل ما هو لعب. نفس القيمة لعب بها أفريكي. يعني نفس قيمته لع اللعبين فنهدى شوية في موضوع ان احنا نسرف ولا لسه فيه أرقام بتدفع كبيرة. عرض وطلب هو. الزمالك مثلا موضوع طريق حميد. طريق حميد ساب مصر ليه. ما انه تعرض عليه رقم كبير. عشان الفلوس. برة تعرض رقم مجبر. يا سوق عرض وطلب. يعني في الأول وفي الآخر سوق. آه ما فيش هنا مقاييس للأرقام مش مختلف معي. لكن يا في الأول وفي الآخر عرض وطلب. يعني سوق. سوق. سوق لعيب انت تعرض رقم. يا أنا وافق. يا أنا موافقش. ما فيش حد بيقول لي النادي يعني هاخد كذا غضب. طب مين مسؤول على رفع أرقام اللعبين في مصر. تنافس ما بين الأندية. يعني التنافس ما بين الأندية. السنة دي ما سمعتش أرقام كبيرة ليه. عشان ما فيش صفقة راحت ما بين أهل وزمالك أو حاجة. بس. لكن غير كده دنيا هادية خالص. ما فيش. ما تسمعتش أرقام السنة دي مبالغ فيها. ليهوا كلاء اللعبين دائما متهمين في هذا الأمر. يقول لكم كلاء اللعبين هما اللي بيرفاعوا الأسعار. هما اللي بيعملوا مبالغات في الأرقام. هما بيبقوا السبب في المشاكل اللعبين والأندية. هقول لك على الحال. فوقيل اللعبين هو مثلا صفقة زي بتاع صلاح محصن. هي اللي رفعت الأسعار. هو صلاح. الوكيل هو اللي طلب الثلاثة وتلاتين مليون أو الخمسة وتلاتين مليون اللي دفعهم. نادي. بس. فلما هي الأندية هي اللي بترفع أسعار اللعب. والتنافسة برفع أسعار اللعب. السنة دي ما فيش. ما فيش حركة جامدة ليه. انت حدق قلت برامتزة ما اشتغلش. ما جابش حد. فارق ووقف القيد خلى الدنيا هادية. مثلا. موضوع سراميكا مثلا. الأندية اللي بتشتري السنة دي. اللي فيها يعني يعتبر فلوس سراميكا. فيوتشر. كله جاب احتياجاته. خلاص. ما فيش تنافس. او ما فيش. كوة شرائية. ان هي ترفع أسعار اللعبة قوي. بس. هي دي القصة. لكن مش الوكلة خالص. لا. اه. عمر السعين معاك المفروض. اه عمر. عمر خطوة جاية حلوة ليه. بإذن الله فيوتشر. يعني بنسبة كبيرة. فيوتشر. اه. بنسبة 99% بإذن الله. هاي. عمر. اه. بش اقول ظلم. بس يعني. كان محتاج ف فرصة أكبر في نادي الزمالك. عمر من هدفين الدورة. اه. من أول. يعني عمر كان بادئ الدورة كويس جدا. ايه هو وزيزو مسلا. عمر كان من هدفين الدورة أول السنة. اه. بعد مطش الأهلي حصل مشكلة. اتكلمنا في تجديد عمر اتصاب. بس. لكن والزمالك كان عايز يجدد لعمر. يعني كان فيه. يعني لحد أخر لحظة الزمالك كان عايز يجدد لعمر. لحد أخر لحظة. اه. اه. وما لیل اللي حصل؟. حصل حاجات في الكواليس مش حابب أقولها يعني. بس لحد أخر لحظة كان فيه تجديد للزمالك في عمر. دي مفاجأة. لحنا كنا شايفينه أو عارفينه إن الزمالك قرر نستغنها عن عمر السعيد. عمر عقده منتهي مش. الزمالك ما استغناش عن عمر. عاصل يعني الزمالك رفض فكرة إنه تجدد لعمر السعيد. دلوقتي بتقولي إنه كان عايز يجدده. كان فيه فكرة تجديد. يعني وعدنا في التجديد كمان. كان فيه تجدد تجديد لعمر. بس هي ظروف حصلت بقى. وفريرة كان عايزه؟ اه طبعا. وفريرة كان عايزه؟ عمر كان الفرود الأساسي إنه عايز زمالك وصيف موجود. اه. يعني عمر كان الفرود الأساسي وصيف موجود. وليه بتاعد إنه يبقى الأساسي مع فريرة؟ هو حصل بقى دروبات بعد ماتش الأهلي. وعمر جيت صاب. فسيف ركب. بس هي ديكس. لكن عمر من هدفين الفرقة الزمالك. أول الدوري وصيف احتيات العمر. مم. وهو هيبقى موجود في فيوتشر. هو من اللعبة المميزة بصراحة؟ المميزة اللي ما اسمع لهش صوت مؤدب بيركز في شغله بس. طلق أعرى طلق أعرى. أقعد أقعد. عمر كان هدفين الدوري السنة فاتت مع الجونة. وكان فيوتشر برضو عرض رقم كبير إن نشترى عمر. عمر مرضاش يمسك عشان وقف القيد. يعني الحد آخر يوم في القيد كان فيوتشر عايزه عمر السنة فاتت. صح. اه. اه. كان عنده عروض تانية ولا هو كان فيوتشر؟ بس هو فضل فيوتشر يعني حابب الفكرة وحابب يلعب أفريقيا وحابب التعامل مع كابتن علي ماهر. حاجات كتير يعني في القيد فيوتشر جذبة شوية مش ممكن ماديا مش أعلى حاجة. بس جذبة في الجو الفرقة كل. صح صح. فرقة عندها طموح. فرقة عندها طموح. طموح يعني فرقة من أول ما دخلت فرقة عندها طموح. فرقة مستقرة. تكسب بطولة. تكسب بطولة. في مصر. اه في مصر. لكن. هل كان منهم الأهلي؟ لا لا لا. لا لا لا. مش حابب أتكلم عن. اه بس فيه عروض تانية. اه كان فيه عروض تانية. اه كان فيه عروض تانية. بس هو عرض فيوتشر كان أكثر جدية. واللي هو يعني حس عمر وحس عمر حس ان هو ما بعدش عن الزمالك قوي. فيه لعيب رغم ان كان الموسم اللي فات هو مش موسم جايد الفرقة بشكل عام. بس تحسوا ان هو كلاعب مش الموسم اللي فات. بس الموسمين اللي فاتوا. عمل قام باك لنفسه عظيم جدا. احمد مدبولي. قام باك لعيب كويس. رجع بقى اللي هو احمد مدبولي. موهبة مش طبيعية. يعني حتى الاسمايلي كان الفرقة كلها تبقى مش في أفضل حال. احمد مدبولي يبقى جايد جدا. مدبولي لو انت شفت احصائياته هتلاقي من اكتر اللاعبة اللي عملت السستات في الدوري. او صنعت فرص في الدوري. صح. بس الجو نفسه الفرقة اسماعيلي ما كانش مساعدية. صحية. يعني الفرقة ما تساعدش مش الفرقة. الجو عموما يعني. الفرقة اسماعيلي فرقة كبيرة طبعا وهي حد يتمنى لعب في الاسماعيلي. بس الجو. جو الفرقة نفسه ما كانش مساعد. ما كانش مساعد. لما الدنيا بدأ فيها دوء شوية في الآخر. فرقة حتى مشيت كويس. كانت ممكن تبقى توصل الاحسن من كده مع الكابتن حمزة. بس عشان الاجواء بس بدأوا غلط. كان معادف قبل كده كابتن محمد عبد الجهيل قال لي اكتر لعب الاهلي محتاجه مدبولي. عشان لعب عنده كرياتيفي. مدبولي مبتكر ولعب كبير يعني. الكابتن خطيب نفسه تكلم عليه فترة من الفترات. لما كان كابتن برا النادي قال لك اللعب ده كان امام مدبولي في نصر التعديل. بعدها الزمالك اشتراه. يعني قال لك من اللعبة اللي مدبولي لعب كبير. يعني اللعبة اللي هي بتلعب بمزاك شوية سلطان شوية في اللعب. جالوا عروض خارجية؟ عنده عروض داخلية كتير بس الاسماعيلي مش حبي يعني مش. اتكلمنا معهم كذا مرة مش عروضين يعني. جاب له عرضين او ثلاث عروض من كذا نادي هم مش حبين. في مصر الله برا مصر. لا في مصر. مش حبين يسيبوه دلوقتي. بس ممكن الفترة. هو مبسوط اكيد اه. ممكن الفترة جاية. فترة جاية ممكن نتحرك ياه. نشوف لسه بنشوف مع المهندس ياه يا الدنيا تمشي ازاي ياه. حسب العرض اللي هيجيله. اه حسب العرض اوه. انا ممكن اقولك العرض اللي هتجيبوله بس مش. لا بخليها. خليها في سرق. مش هرقوله بس. هو ناجد كماهيري برضو بس يعني مش. خليها في سرق. خليها في سرق. طيب. في حاجة مهمة جدا دلوقتي انه. يتقال انه الارقام اللي بقت تدفع للعبين عقود سنوية. مش بتكلم على البيع الاندية. بقت ارقام اريوه الملك تدفع لشهل. بقت ارقام كبيرة. هلان احنا منaddسى مع اللاعبين ارقام كبيرة فعلا في الدور المصري. 許 اه فيها أرقام كبيرة مع انا بقولك هي برامة الليå من ساعت ما دخلت هيا لعلت الارقام كده. بس ابتدود الدنيا تهدى شوية في الارقام يعني فى mere ما نوصل للخليج لا. مكانش طرق سف الزمانك. يعني ماكانش ابو جبل سف الزمانك. غني ابي جبل ثالبا كبير. ما كانش اللعيبة الكبيرة دي تروح للخليق انت تقدر يعني الهلال مثلا سمعت انه كان عايز يجيب كريستيان احنا في مصر المحدي قدر يتفعلها نوعي نوعي احنا عمرنا منوصل للخليق تعرف ان السوارز مثلا لويس سوارز لويس سوارز نجم الارجواني الجديد الكبير يعني نجم برشنون سافر في رقيته الناسونال الارجوانيين النهاردة وعشان هيلعب كاسعالم وعقده فريا حلو ده ممكن تروح تشتعى اللعبة تجيبوا الدور في مصر فريا عنده خلص ترتين سنة بس اكيد مش هيرض يعني احب يرجع لاوروبا انا ما اقولك لكن انت ما نتقرنش بفلوس الخليق دي خارج ما كانش بجي الشرقي برضو صاب وراح الامارات اكيد ما نتقرنش بفلوس الخليق خالج بس اقل الراتب علي اقل بالنسبة لشمال افريقيا بالنسبة لتونس الجزائر اقل الراتب اقل اكيد اقل لكن بالنسبة لخليق ما نتقرنش بالخليق الفكرة انه بقى عندنا كتير لعيبة من شمال افريقيا من تونس والمغرب والجزائر ايه الفكرة انه بقى عندنا سوق مفتوح دايما يعني كتير من عندها في مصر الوقت بيتقيب لعيبة توانسة واللعيبة التوانسة والمغربة والجزائرين بقى بيحبوا يوجو مصر برضو الاركام انا بقولك الاركام بالنسبة لهم هنا مصر اعلى والجو في مصر قريب من عندهم شوية عكس الخليج والطب منهم برضو بيروح الخليج يعني بقى يعني لما جي فخر جاي من الاتفاق ما كانش بيلعب في الاتفاق مسلا وجي مصر جي الاسماعيلي راح بيرامتز بقى في حتة تانية هي دي النقطة بس لكن هما الجوا في مصر قريب من شمال افريقيا شوية ليه الوقل عندنا بصراحة يعني فرصة ان انت معي كتمثل وكلا ليه يعني مقفلين في الدور المصري يعني ليه مثلا ما تجيش تقول لي ايه يعني مسالتك المدودة عايزك تقول لي مثلا عنده عارضين في تركيا وفي فرنسا وفي اسبانيا الجاو الاوروبي ده او الانداء الاورباني احمد ما بنحدلهاش يعني في ناس اللي طلع صلاح واللي طلع صلاح والنني مصري حاجات ندرة يعني حتى المكلمك على الشراب الصغير حاجات ندرة والنني وصلاح طلو عليه عشان في الموليد النادي الاهلي هتقول له على مثلا العيب صغير من عندك دلوقتي يقول لك عايز مليار جنيه وعمره ما يطلع بره وصلاح طلع وطلع برقم مش رقم كبير وانني طلع مش برقم كبير واي وكوكا مثلا طلع من الاهلي عشان مش عما عمول له عقد لكن انت لو طلبت اي لعيب ناشئ حتى في اي نادي يقول لك رقم كبير مثلا اللي اتباع بتاع سراميكا اتباع بكايد ما تتبعش برقم بس اكيد برقم كبير يعني اكيد داخل برقم كبير انت لو جدت تطلعوا بره مثلا هتطلعهم مثلا بلعيب مثلا من افريكا او اي من الافريكا اللي طلعهم هتطلع بمئة الف دلار بمتين الف دلار عكس مصر هتطلب رقم كبير صحية بس هي دي القصة عشان كده ما بيطلع لناش لعيبة كتير ما فيش لعيبة كتير بتطلع مصر لغم ان الوكلا دايما متهمين في هذا الامر هو الوكلا برضا هو محمد ابراهيم يعني العاصي كان بيتكلم فيها رايبي يعني محمد ابراهيم مثلا كان رايح مارتيمور بورتغال رجع ليه عشان الوكيل قاله رجع عشان هو بياخد رقم كبير في مصر وقعد في بلدي بس حسب اللعيب نفسه يعني هي بتعتمد على اللعيب نفسه برضو اللي عايز هو عايزي صلاح من الاول كان انا صلاح مثلا محدش في مصر عرفه صلاح كان رايح بازل كنت معرفه مع اسكر كان رايح مع اسكر والاولمبيات رايح ياخد تأشيرة من منتخب تأشيرة من سفارة انجلترا كان وكيل تونسي اعرفه كان جايب عرض لمحمد صلاح محمد صلاح في وقت بازل قال لي لا لا الناس بتوع بازل مؤدريني وانا عايز اروح بازل وانا خلاص هو عارف وعايز اروح فيه ده حصل معرفش صلاح بقى ممكن من نفسه مايفتكرش اللي حصل اللي كان معايا في العربية قولتولي ده فيه وكيل تونسي جايب لك عرض بركن براجا قال لي لا الناس في بازل وخلاص مراحها بروح بازل وعرض بركن براجا كان اعلى لا مش كان اعلى ما كنتش اتكلمه اتكلمتش اصلا في الماديات ده ايه بالصدفة ما اتكلمتش في الماديات ولا اي حاجة كان اياميا صلاح كان وكيله شيحة بس اللي كان موديه يحي علي وبراهيم حتى اتكلمته مع براهيم ومي قال لي لا خلاص احنا خلصنا بازل كل حاجة خلصت هو عارف هو عايز ايه من يوم ومشي في طريقه اه مشي في طريقه ومشي في طريقه